اقول لك حاجة بصراحة مش حبا في المغرب مش بس عشان منتخب شوية أنا محب المغرب كمنتخب أصلا ممتع منتخب قوي جدا ولو بصينا على الورق هنلاقي قائمة منتخب بلجيكا رقم واحد قائمة المنتخب الكرواتي رقم اثنين منتخب المغربي رقم ثلاثة ورقم اثنين رقم اربعة بس أنا متفائل تفاؤل كبير جدا المنتخب المغربي هياخد بطاقة من كرواتي او من بلجيكا أنا متمنيا تفاؤلك ده أنا أتمنى أتمنى جدا والله وهشجع المنتخب مغربي في ثلاث مغارات طبعا لكن المجموع صعب يا كريم يعني وجود المنتخب الكرواتي اللي أنا هقول لك فنيا عنده مشاكل كتير عنده مشاكل كتير جدا على الصعيد الفني عنده مشاكل كتير جدا على صعيد معدلات الأعمار لأنه نفس الجيل حلو بس أنا هنتكلم على الكرواتي تفصيلا بس المغرب انت متفائل ولا مش متفائل أنا يعني متفائل تفاؤل مشوب بالحذر لأنه المجموع صعب طبعا صعب لكن أنا متأكد المنتخب المغربي مش هيقدم نسخة بهتا المنتخب المغربي هيقدم نسخة يبقى هم كمنتخب فخورين بيها وإحنا كعرب فخورين بالمنتخب المغربي إنه هيمثل الكرة العربية والكرة الأفريقية خير تمثيل في هذه المجموعة الصعبة جدا 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 فيها وصيف بطن العالم وصاحب المركز التاني على التصنيف العالمي طب ما تيجي نلعب لعبة قبل ما نروح للمتخب بلجيكا كرواتيا توقع تمني بلجيكا مغرب مش كرواتيا والمغرب أنا توقع كرواتيا والمغرب أتمنى أتمنى المغرب يعني أتمنى أي حاجة فيها المغرب مفرقش معي بلجيكا كرواتيا كتير لكن أتمنى أتمنى بالمنتخب المغربي فعلا ياخد بطول أيامه بيننا عشان ما تقدر تصور بلجيكا هتبقى في رأيي أو متصور هتبقى أقوم مفاجئات بطولة كأس العالم بالنسبة للهبوط أو النتائج متفهم معك عشان كلا أترك بلجيكا بلجيكا مش هتنافس زي ما الناس متوقع صاحبة التصنيف الثاني لكن صعب أنه بيخرجوا من دور الأول لكن خلينا نشوفوا المبرارة الافتتاحية لأن بلجيكا كندا وكندا زي ما الناس شايفها قبل البطولة بتصنيفها بأنها هتكون حصلت المجموعة أنا أقول لك لا آه هايخرجوا لكن مش هيبقوا بالشكل الضعيف للناس متخيلة عظيم